يبحث مزراء مالي الدول الاتحاد الأوروبي على إجراءات خاصة بإنشاء صندوق للاستقرار المالي في منطقة اليورو في محاولة لمنع تكرار أزمة الديون اليونانية ومن المقرر أن يوفر الصندوق ضمانات قروض بمقدار 90 مليار دولار يتم تقديمها لدول اليورو إلا أن بعض الدول ومنها بريطانيا تعارض فكرة تقديم القروض على نطاق واسع الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الذي أجل رحلة كانت مقررة له إلى روسيا بسبب الأزمة المالية قال إنه يجب عدم السماح بالإضرار بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو أما الرئيس الأمريكي فعبر عن قلقه بسبب الأزمة المالية في اليونان